مشاهدين خلال العقود الماضية مر الاقتصاد السعودي بمراحل عديدة رافقت التقلبات التي شهدتها أسعار النفط فكيف أثرت أسعار الذهب الأسود على الإنفاق الرئاسمالي في المملكة التقرير التالي أخذنا في جولة تاريخية على أبرز هذه المراحل لنتابع خلال العقود الثلاثة الماضية مرت المملكة العربية السعودية بمراحل اقتصادية مختلفة كان فيها النفط سيفاً ذي حدين فارتفاع أسعاره كان يسرع من عملية النمو في المقابل فأن انخفاض البترول كان يترك أثراً قوياً على اقتصاد المملكة والأمثلة على ذلك واضحة في تاريخ السعودية بين عامي 1981 و 1985 هبطت إرادات السعودية بشكل حاد على خلفية الهبوط القوي لأسعار النفط حيث كان متوسط سعر برميل النفط عام 1981 نحو 36 دولار ليغبط إلى نحو 14 دولار عام 1986 هذا التراجع لحقه هبوط حاد بالانفاق الحكومي وصل إلى 52% خلال الفترة لحقته إجراءة تقشفية حدة وانخفاض حاد بالانفاق الرأسمالي الذي يهدف لتشجيع الاستثمار وفي أعقاب حرب الخلية شهدت المملكة تحديات اقتصادية جديدة عام 1992 بلغ معدل سعر برميل النفط 19 دولار ليهبط إلى نحو 15 دولار عام 1994 وهنا أيضاً هبط الانفاق الحكومي بنحو 31% بعد أن تراجعت الإرادات بـ 24% وهنا أيضاً كان الانفاق الرأسمالي هو الخاسر الأكبر وبين عامي 1997 و99 هبطت أسعار النفط من نحو 19 دولار للبرميل إلى 17 دولار وهنا أيضاً تراجعت نفقات بـ 17% ليعود الضغط من جديد على الانفاق الرأسمالي الذي لم تتجاوز نسبته 10% من إجمالي الانفاق في أفضل أحواله وأتم أيضاً اتخاذ خطوات تقشفية صارمة تضمنت عدم الارتباط بكافة المشاريع المعتمدة التي لم توقع عقودها في ميزانية العام الهجري 1418-1419 ومن ثم جاءت السنوات الذهبية للنفط التي بدأت عام 2002 عندما كان معدل النفط عند قرابة 23 دولاراً وحتى عام 2008 قبيل الأزمة المالية حيث وصل سعر النفط إلى أعلى مستوياته عند 149 دولاراً ثم جاءت الأزمة المالية ليهبط معها النفط إلا أنه سرعاً ما استعاد عفيته حتى انهارت الأسعار العام الماضي خلال الأعوام من 2002 إلى 2014 تضاعف الانفاق الحكومي بخمس مرات من 234 مليار ريال إلى تريليون و120 مليار ريال وهو ما حذر منه العديد بأنها مستويات انفاق غير مستدامة والأبرز أن هذه الزيادة الهائلة في الانفاق لم تتضمن أي زيادة قوية في الانفاق الرأسملي بل ذهب غالبيتها للانفاق التشغلي ورغم تراجع الحاد بأسعار النفط في العامين الأخيرين إلا أن الانفاق تراجع بـ 26% فقط فيما أصبح أمام القيادة السعودية الجديدة أولوية اقتصادية مختلفة تتمثل بتقليص الاعدماد على النفط وتوجيه الانفاق نحو الاستثمار محلياً وعالمياً كونه المحرك الأساسي لاقتصاد أي دولة ولتشغيل مواطنها ما يجري ديني العربية ترجمة نانسي قنقر